تأنى الرزين بفؤاده قبل أن ينطق بفيه صغف في الجملة السابقة أسلوب تفضيل يا طرأ أسلوب التفضيل الرزين أشد تأنن الرزين أشد تأنيا ما أشد تأن الرزين الرزين أشد أنات تعالوا نشوف كده الأول الجملة الأولانية دي لما يقولني الرزين أشد تأنن طيب هي نعارفين أن النكرة بعد اسم التفضيل بتبقى تمييز هنا ده اسم منقوص والمنقوص لما يتنصب لازم الياء تظهر فما ينفعش أحزف الياء يا يا أستاذ ده أنا كنت كل تركيزي مع اسم التفضيل ده سؤال ربط بين التفضيل وبين المنقوص يبقى نستبعد ألف طيب الرزين أشد تأنيا فعلا يا أستاذ ده هو كده صلح الخطأ اللي كان في ألف طيب لغاية دلوقتي دي صح طيب نشوف الباقي غلط ليه ما أشد على طول فورا خطأ مش هكمل لأن ده مش تفضيل أصلا ده تعجب يعني المفروض نحط علامة تعجب كده ده أستوب تعجب أنا وعي هو طالب هنا ايه طالب ايه تفضيل يبقى ازاي هناخد ما أشد طيب الرزين أشد أنات أولا مجرور ثانيا ما ينفعش تأمى يجي المصدر منها أنا كنت قلتلك الحلقة اللي فاتت لابد أن تراعي المناسبة بين الفعل والمصدر قلتلك ما ينفعش يبقى الفعل كبير والمصدر بتاعه صغير يبقى الصواب مين يا شباب فعلا هي الجملة بيه اللي جمعت ما بين معرفتك لإسم التفضيل وفي نفس الوقت معرفتك لإسم المنقوص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر